اشتركوا في القناة ويطيب لنا على هذا الصعيد أن نعرب عن ارتياحنا للجهد المبذول لرفع مستويات الأمن القذائي والثروات الطبيعية وفي توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي ونوجه هنا إلى تكثيف برامجه في القطاعات الحيوية وفق النظم والمعايير اللازمة للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده لتعود بالخير والرفاع على الجميع يبرز الأمن الغذائي كشاغل رئيس للتنمية المستدامة والنمو في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه تحديات زراعية كبيرة وقد استجابت مملكة البحرين لهذه التحديات من خلال وضع استراتيجية وطنية ترتكز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية ما كانت مملكة البحرين المرموقة دوليا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي تؤكد الجهود المبدولة والسعي المتواصلة والجاد نحو التنمية المستدامة التي تخدم المملكة والمنطقة حيث عملت الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بجهود متضافرة من جميع الجهات المعنية في المملكة نحو دعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية بصفته مع منصران أساسيان في تطوير الأمن الغذائي على المدى الطويل فضلا عن مبادرات مملكة البحرين للتعاون والتنسيق مع الحكومات في المنطقة والأقاليم حول كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل خمسين دولة في العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 شاهدا على تطور المملكة في هذا القطاع فعلى الرغم من الطبيعة الجغرافية والمناخية لمملكة البحرين إلا أن العمل مستمر لتحقيق أفضل المستويات من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاعتماد على ممارسات ساهمت في تنويع سلاسل التوريد الخاصة بالمواد الغذائية والحفاظ على الأسعار المدعومة لبعض المواد الغذائية إلى جانب فرض إعفاء من القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وتقديم خدمات حماية المستهلك ودعم المزارعين المحليين ومصايد الأسماك بالإضافة إلى جهود المملكة البارزة في توظيف التقنيات الحديثة لزراعة المحاصيل وتعزيز التعاون الدولي الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المعظم حمل في طياته الرؤى التي تعكس نهج جلالته الراسخ لتعزيز مسارات العمل التنموي في المملكة والحفاظ على مكتسباتها على الأصعيدة كفة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود بالنفع على أبناء الوطن كفة ترجمة نانسي قنقر